القسم الجنوبي من العاصمة دمشق لما لا يقول عن 86 من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها و57 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال أسبوع واحد في جنوب دمشق في وقت أعلنت الشرطة العسكرية الروسية تنظيم دوريات في أحياء وشوارع بلدات يلدى وببيلا وبيت سحم وسدي مقداد جنوب دمشق ونصب نقاط مراقبة في المنطقة كما تحدثت وكالة سانا عن عودة مئات العائلات إلى منازلها في بلدات يلدى وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق وفي السياق ذاته قتل ثلاثة مواطنين على الأقل وأصيب نحو 11 شخصا آخر نتيجة استهدافهم من قبل قوات النظام بالرشاشات خلال تجمعهم عند حاجز العروبة للمرور إلى منطقة يلدى التي انتهت فيها عملية خروج الرافضين لاتفاق النظام والروس مع ممثلي وفصائل البلدات الثلاث إلى ذلك تحدث المرصد السوري عن مصادر موثوقة بأن سلطات الاحتلال التركي سمحت لمهجر جنوب دمشق بالدخول إلى ريف حلب الشمالي بعد انتظار دام خمسة أيام عند معبر أبو الزندين على أطراف مدينة الباب ضمن القافلتين الخامسة والسادسة التي وصلتها من جنوب دمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر